ولمتابعة ردود الفعل في الخرطوم ينضم إلينا مراسل الغد أحمد العربي أحمد ماذا عن ردود الفعل حول سودانية والفصائل المسلحة سينار هناك ترحيب واسع جدا في الشارع السوداني وفي العاصمة السودانية الخرطوم ويماثل هذا الحال عدد من الولايات التي ترحب بهذا الاتفاق بالتحديد ولايات دارفور وجنوب كردفان والأزرق هذه الولايات التي عانت كثيرا من مسألة الحرب والنزاعات والاختتال لفترات طويلة الترحيب يكمن في أن هذا السلام يأتي مكملا لعدد من الخطوات التي أعقبت تغيير النظام ومنها عملية إحداث سلام حقيقي يخاطب جذور الأزمة كما وصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن هذه الخطوة وهذا الاتفاق يمثل الصيغة الملائمة لعملية التنمية والاستقرار المتوازنة خاصة في الأقاليم التي عانت من التهميش طوال الفترات الماضية لذلك هناك ترحيب واسع بهذا الاتفاق وأيضا دعوات لانضمام من هم خارج هذا الاتفاق ومن هم خارج التوقيع إلى عملية التوقيع وبالتحديد الحركة جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو الأجواء في الخرطوم مستبشرة بهذا الاتفاق وتنظر إليه على أنه يمكن أن يمثل جزءا من الحل الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بفاتورة الحرب الباهضة التي ظلت الخرطوم والسودان يدفعها على الدوام لذلك هناك ترحيب بهذا الاتفاق والذي يمكن أن يحدثه هذا الاتفاق خاصة في التعامل مع المجتمع الدولي التعامل مع السودان على أنه دولة تحتاج إلى الاستقرار والتنمية والمساعدات الدولية التي يمكن أن تأتي في صياغ هذه العملية عملية السلام وغير وأيضا الفترة الانتقالية وكيفية دعمها والسلام كان هو واحد من العناصر الأساسية وأول العناصر التي اتفقت على حكومة الفترة الانتقالية ضمن عشر تكليفات ومهام وجاء سلام في بداية هذه التكليفات باعتبار أنه لا تنمية إلا بإحداث سلام خاصة في الأقاليم التي تعاني من التهميش والاقتتال والنزاعات وهناك أقاليم عانت من النزاعات والاقتتال ليس فقط بين الحكومة السودانية في المركز وبين الحركات المسلحة التي ناضرت من أجل أهاليها إنما أيضا من نقص الخدمات في أغاليم مختلفة عانت من نقص الخدمات والتهميش وغياب ممثليهم في المشاركة في السلطة إلى غير ذلك من الأسباب الذي كان على الدوام يشكل حجرة عثرة أمام أي عملية تنمية يمكن أن تحدث فيها البلاد وأمام أي محاولات لإحداث إصلاح حقيقي في المجتمعات وأيضا في الوضع الاقتصادي والسياسي طيب يعني المشهد السياسي في السودان هل يتأثر كثيرا بتوقيع هذا الاتفاق يعني من الواضح أن هناك ترقب لهذا الاتفاق ولكن هل هناك ترحيب كامل ما بين مختلف الفصائل لتوقيع هذا الاتفاق سينار المعادلة السياسية هنا في الخرطوم وفي المركز تقوم على المشاركة ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أي السلطة ما بين الجيش والمدنيين هذه المعادلة ستتغير في مستقبل الأيام خاصة بدخول واحد من العناصر الأساسية وهو الحركات المسلحة ودخول هذه الأقاليم في عملية المشاركة في السلطة سيحدث الاتفاق اختراقا سياسيا مهما خاصة فيما يتعلق بعملية الحكم والحكم الذاتي مثلا إقليمية جنوب كردفان والنيل الأزرق منحاح حق الحكم الذاتي وهو ظل طوال العوام والسنين السابقة هو مطلب لهذه الأقاليم بالإضافة إلى مشاركة أعضاء وممثلين من هذه الأقاليم في عملية المشاركة في السلطة سواء كان في المجلس السيادي المجلس التشريعي والذي سيتم تكوينه عقب هذا التوقيع بالإضافة أيضا إلى مجلس السيادة وأيضا عملية المشاركة في الأقاليم المختلفة أيضا هذا الاتفاق يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عملية تقاسم الثروة خاصة أنه نص على منح 40% من ثروات الأقاليم المختلفة والتي عانت من الحروب لأهالي الأقاليم إضافة إلى مشاركتهم في الأقاليم للثروات في المركز اختسام السلطة والثروة والتوزيع الاجتماعي يمكن أن يحدث تغيير كبير جدا في الخارطة السياسية والاجتماعية والسياسية وأيضا يحدث تغيير حتى على مستوى المجتمعات هناك أقاليم ومجتمعات عانت كثيرا من مسألة الحرب مسألة النزوح مسألة النقص الغذائي والدواء وإلى غير ذلك من الأساسيات في الحياة لذلك هذا الاتفاق يعول عليه كثيرا ويعتقد أن هذا التوقيع على الاتفاق السلام النهائي وتضاف إليه بقية الحركات سواء كان عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية سيؤدي إلى تغيير كبير جدا وتغيير جذري ربما يشهده السودان لأول مرة في تاريخه وفق الذين كتبوا هذا الاتفاق نعم سينار هل من مراحل أخرى هل من فصائل أخرى ستنضم لاحقا إلى هذا الاتفاق؟ نعم سينار هناك أيضا جماعات مطلبية وأيضا هناك أيضا مطالب وأجنحة خاصة فيما يتعلق بإقليم الشرق ومسار الشرق بالجبهة الثورية حيث أن هناك جماعات طالبت بضرورة أن يكون لها مكان في هذا المسار وفق الجبهة الثورية ورأت أنها كان من الأول أن يتم إشراكها في هذه العملية لكن الاتفاق سينار نص على جزء مهم جدا وهو إقامة مؤتمرات قاعدية المؤتمرات القاعدية لمشاركة الجميع من ثم اختيار ممثلين ومرشحين يتم ترشيحهم من قبل القبائل من قبل الممثلين للجماعات المطلبية والسياسية والأحزاب إلى غير ذلك هذه المؤتمرات القاعدية يمكن أن تسهم بشكل كبير جدا في حل حلة والإجابة على طلبات الذين هم الآن يبدون عدم قبولهم للاتفاق بالصورة الحالية ويريدون توسعة المشاركة فيه لذلك هذه الجماعات أو حتى الأحزاب وحتى الحركات التي هي خارج طاولة التفاوض وخارج عملية التوقيع ستنضم وفق لهذا التوقيع ويصبح التوقيع مرنا بما يمكن هذه الحركات من المشاركة مستقبلا الحركات مثلا الرئيسية حركة عبدالعزيز الحلو الحركة الشعبية الشمال وعبدالواحد محمد نور حركة جيش تحرير السودان هناك اتصالات تجري مكثفة هناك لقاء تم ما بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وقائد الحركة عبدالعزيز الحلو بمشاركة رئيس دولة الجنوب سلفاكر مياردد بالأمس هذا الاتفاق أو هذا الاجتماع خلص إلى ضرورة مواصلة العمليات التحضيرية لوصول الطرفين إلى طاولة التفاوض أي أن هناك ورش غير رسمية تجري ما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال جناء عبدالعزيز الحلو للخروج بورقة تفاوض هذا يعني يمهد بصورة مباشرة إلى جلوس عبدالعزيز الحلو بالأمس مثلا صرح عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الكباشي بأنهم جاهزوا للتفاوض مع عبدالواحد محمد نور في أي مكان وزمان هناك انفتاح كبير جدا من قبل الحكومة السودانية وأيضا من قبل الاتفاق ومن قبل الوسيط دولة جنوب السودان بالإضافة إلى الضامنين لهذا الاتفاق والذين أبدو استعدادهم لإحداث الضمانات لإقامة الضمانات لهذا الاتفاق وأيضا سيتم توقيع اتفاق ضمان لهذا الاتفاق برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة شهاد الأمم المتحدة وجنوب السودان لذلك هذا الاتفاق بصورته الحالية يشكل صيغة ملائمة للذين يودون الانضمام مستقبلا حيث أنه يجيب على كثير جدا من الأسئلة والمطالبات والمناشدات التي ظل على الدوام يرددها أهالي القاليم التي شهدت اقتتالا طوال الفترة السابقة قمعنا أحمد العربي من الخرطوم